عشان عندنا تسليم بضاعة اللي يعينه على حاجة من أملاكي ولا ليه رغبة في مالي يقول أي حد عاوز أي حاجة هيخدها وأنا أبعث المحامي يكتبها له وبيعه الشرع والكلمة من بعدي العزوز والعكاز وكلمته سيف تمشي عالكل كبير وصغير بتحرمشي منك أخيل ومنكرمك يا ربنا هيديك طولة العمري يا أخوي يا حبيبي يا نين عيني عيني كدابة مراسي كدابة مكتوب لك تورسي الرجالة جوازك واخوك وعالمة تورسي مين بعد كده العموم كل واحد عاوز حاجة هيخدها بس أهم حاجة تكونوا قدام الناس إيد واحدة لكن دلوقتي خلاص من ساعة الفلوس ما زادت من دفوس شالت يباد عنك الخبس والمكر كله يا حبيبي يا أخويا آه ما حدش سالك حتى عيالنا اللي جبناهم بالطلق والشقه فرق أعملينا منكش في الحارة عشان في الزيتة راجب الخانجة يطلع بالمسخيد أحلى منكش لأهل عزوز يا رأيك يا معلم أراح أولع في بيتنا يا بنت عشر أنت تموت ونفسك تشوفها بلبس البيت يا فرق معلم أقصب لا معلم إيه رأيك يا معلم زكريا؟ أمسك في فرج الحافي وأفتح بطنه زي التلاجة وطلع مصارين ومترين قدام الحارة كلها هتتلمع عشان تغرف لحمة من على الأرض ساعتها تطلع المسخيد وندفن فرج مكانها ما تهالك يا مراسل؟ إيه؟ تلك ما تدخليش الشغل في اللي بينك وبين فرج وبعدين اللي قاله فرج ده عين العين حريقة ومطافي وزيتة ما انكش فهو منها نخلص من ناعيهم معا ويقول من الحارة اعتمدت يا فرج أستاذين يا كراح سيطر يا معلم حافي اسمعك كلمتين دول أنا هعمل نامرة جنب المنكش يعني فرح جنب طهور أديني ودنك الشمال عشان حوار شمال ويقرم الميت دفنه السلح للخصة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة